اشتركوا في القناة قال يا ملك السبع أن اسمي هذا خسيس لا يصلح لي أريد أن تغير اسمي من كلب إلى فهد إلى كذا إلى كذا أبى عليه الأسد وقال لا إن من طبعك الخسيس لا يصلح له إلا كلب قال لا تغير لا أغير قال اسمع خذ هذه القطعة من اللحم احفظها لي إلى الصباح إن نجحت في الاختبار وغير اسمك وقال لا فأنت كلب فرح الكلب هذا الاختبار السهل أخذ القطعة ومشى ورجع على المكان الذي يأوي إليه وأخذ طيلة الليل وفكر جوع وبرد كلب أسد يقدم رجل آكل لا آكل اشتد عليه الجوع حتى قرب الفجر فما استطع أن يتحمل فقال الكلب والله إن اسم الكلب يسمح حسن وأكل اللحم الذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة ولا يصلح له إلا أسد والذي لا يصبر عن المحرمات فهذا رضي بالخصة ولا يصلح له إلا كلب وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبة تخرج من المسجد تنظر أو لا تنظر ترى نفسك أنت كلب أو أسد والله أعلم ترجمة نانسي قنقر